تذكر عن مأساة لبنان أنها تكمن في طوائفه المتعددة لكن في نفس الوقت تذكر أن طوائفه المتعددة هي التي أدت إلى إدارته لأن ليس هناك واحدة تستطيع القضاء على أخرى في أستراليا والغرب هناك مئات الطوائف أكثر من لبنان بدون ذكر الاستعمار ما الذي فشلنا نحن فيه ونجح به الغرب في احتواء الطوائف فصل الدين عن الدولة يعني بأي بساطة الجواب الناحية الثانية الرخاء الاقتصادي مهم جدا يعني نحن في المنطقة العربية الرخاء الاقتصادي اللي موجود في دول الخليج كنا بنعرف كيف يستثمر وليمن لكن خلينا نحكي عن الشام الطبيعي اللي هون اللي تعطيك معنى آخر للشام الطبيعية يعني ما لا علاقة بهذه الدول على الرغم من وجود خيرات كبيرة جدا يعني سوريا قبل الأحداث الأخيرة كانت دولة شبيهة جدا بأستراليا من حيث مخزون الغاز والطبيعي والنفط كثير شبيهة بأستراليا نسبيا ممكن الدول خير المكانة ضد مديونة بالضبط بالضبط كان في كثير محاسن يعني في ناس كثير بيقول لك ما بنا ندخل بتفاصيل هشيه بس حتما كان وضع يعني غير اللي عم بيصوره الغرب أو بعض الناس المهم أنه فيه خيرات هلأ إذا هذا بيسرق هذا هذا شيء آخر بس فيه موجود هالأشياء هذين فكون أنه ما أدروا ما أدر المجتمعات هذين تسخرها بالطريقة المناسبة ولن تستطيع طول ما أنه الحكم ليس حكماً ديمقراطياً علمانياً مئة بالمئة هلأ قد يكون الحكم علماني ببعض الدول العربية مئة بالمئة لكن إذا ما فيه ديمقراطية منكون نقصنا جزء من المعادلة يعني مثلاً لنفرض أنه فيه دولة أكثريتها فئة معينة إسلام سنة مثل أكثر الدول العربية طيب خلينا نعمل ديمقراطية حقيقية وانتخابات حقيقية في هالدولة هذين وخلي الناس ترشح نفسها ترشح نفسها ديمقراطية بما أن الأكثرية 80% هن إسلام سنة هن حرين فيهم ينتخبوا مين ما بدهم على الأغلب قد يكون الرئيس مسلم سني عظيم فليكن أما إذا اختارت هذه الأكثرية أن يكون الرئيس مسيحياً شو المشكلة بذلك هذا خيار أما طول ما أنه نحن عم نمنع هذه العملية فحتماً سيأتي من يحكم وسيكون مستبداً بغض النظر على أي فئة انتمى وليس صحيحاً أن الحكم في بعض الدول طائفياً يعني سوريا ليس حكم حكم فئة معينة تستبد بالشعب بطريقة أو بأخرى فممكن بالنتيجة أنه الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة تحلها المشكلة هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر